زي ما احنا عارفين قيمة ومكانة احمد الشيخ كلاعب مهم جدا في صفوف النادي الاهلي طبعا اللاعبين الاجانب في النادي الاهلي خلال الفترة الحالية يعني مش عايز اقول لكم كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة بتلاقي خبر عن انتقالهم لعيم الاندية الخالجية والاوروبية وعروض احتراف ودايما مدير اعمال اللاعب الاجانب سواء ازارو او باقة او علي معلول او اقاية كل ساعة بيحاول يتواجد بعرض احتراف خارجي بالنسبة لهم عموما يعني النادي الاهلي في المرحلة الحالية قافل دايما هذه المسألة ولما بيفكر بيفكر في مصلحة الاهلي بيفكر في مصلحة النادي او المسؤولين في الاهلي بيفكروا في مصلحة النادي وبيفكروا في مصلحة اللاعب بعد موضوع وليد ازارو وعدم انتقاله للدور الصيني وان ازاي هذا العرض يعني الحمد لله لم يكتب له الاستكمال وان اللاعب اصبح من العناصر السيئة وظهر بشكل جيد في مباراة تاونشيب يعني في عرض تركي لجونيور أجاية وفي نفس الوقت باقى بيبحث عن عرض خارجي أنا ربطت الخبرين ببعض يعني باقى بيبحث عن عرض خارجي لأن خلاص أنت بعد ما أيدت سليف كلبالي في القائمة الأفريقية أصبح خلاص دلوقتي عندك أربعة لعبين أجانب في القائمة المحلية والأفريقية فبالتالي يجب على جونيور أو يجب على بكماني اللعب الجنوب أفريقي أنه يتحدد موقفه خلال الفترة القادمة ببين التوجد في قائمة الانتظار وبالتالي يحصل على مستحقاته أو يبحث عن عرض خارجي في الفترة السابقة باقى كان بيتكلم أنه عنده عروض من ساون داونز ومن جنوب أفريقيا فالأهل طاب منه هذه العروض الرسمية عشان يحدد موقفه لكن حتى هذه اللحظة لما يتلقى الأهل أي عرض رسمي بخصوص باكماني أو باقى قد ينتقل إلى الأندية المحلية ويمكن حسب معلوماتي أن باتر السكرتيرون قدر الإمكان بيحاول يعني يقول لباقى لا حاول تتواجد داخل مصري يكون لك عرض من الأندية المصرية عشان تبقى تحت الأنظار وتتشاف بشكل جيد عشان لو ريأت بعد كده وانت على زمة النادي الأهل يكون لك فرصة في التواجد الفترة الجاية لكن باقى ومن خلال مدير أعماله بيحاول يبحث عن عروض خارجية لكن هنشوف الخطة اللي بيفكر بها مدير أعماله وهنشوف الطريقة اللي باقى عايز يطلع بيها في الفترة القادمة إلى أي من الأندية سينتقل في الفترة القادمة برضو جونيور أجاييه وأنا بتكلم في نفس المسألة لأن اللعبة الأجانب كلها مرتبطة بمدير أعماله واحد لكن جونيور أجاييه كان تلقى عروض أو حسب ما الصحافة التركية ذكرت أن في عروض تركية من أندية وتحديدا نادي قاسم باشا لعرض وضم جونيور أجاييه خلال الفترة القادمة في الانتقالات الصيفية طبعا أجاييه خلال المسم لفت الأنظار بشكل جيد لنسجل 8 أهداف والصنع 10 أهداف مع الأهل في المسم الماضي قاسم باشا كلنا عارفين طبعا أن في محمود حسن تريزيجيه أحد اللاعبين المميزين في منتخبنا الوطني ولعب النادي الأهلي السابق بيلعب في نادي قاسم باشا لكن هنشوف الصحف التركية كانت كلمت عن هذا العرض التركي لأغاييه لكن حسب معلوماتي أن أغاييه مبسوط أنه متواجد فيه النادي الأهلي وعايز يكمل في النادي الأهلي ومتواجد فيه البطولة الأفريقية ومع النادي الأهلي بشكل جيد ولولا النادي الأهلي ما كانش تواجد فيه صفوف المنتخب الناجيري فيه الاستعداد لكأس العالم طيب من الأخبار المحلية وعندنا أخبار مهمة جميعا تتعلق بانطلاقة الدوري في المسم القادم يمكن التحدي قرة القدم حدد بشكل كبير جدا أن مباراة النادي الأهلي والمصري تقرر إقامتها سواء في مباراة الدور الأول أو الدور